الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا وقع أحدهم في ذنب لم ينظر إلى صغر هذا الذنب لم يقل هذا ذنب صغير لا يضر إنما ينظر إلى عظمة من عصى ينظر إلى الله جل وعلا وإلى عظمته وإلى أليم عقابه ولعل أقف معكم لحظات مع حادثة من أعجب الحوادث ليست مع رجل كبير قد جاوز عمره الستين أو الخمسين لا وإنما هي مع شاب عمره خمس عشرة سنة من صغار غلمان الصحابة هذا هو ثعلبة ابن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه كان ثعلبة من خيار الصحابة وكان غلاما حسنا فطنا جريئا كان يكثر الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يرسله في حاجاته إذا أراد حاجة سريعة من أبي بكر ومن عمر يرسل ثعلبة ابن عبد الرحمن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يوما في حاجة من الحاجات فذهب ثعلبة هذا رضي الله عنه يمشي إلى تلك الحاجة بينما هو في الطريق مر ببيت من بيوت الأنصار فإذا باب البيت مفتوح وإذا في داخل البيت حمام عليه ستار كانوا في السابق لشدة فقرهم لا يجعلون أبواب من خشب أو حديد على حماماتهم إنما كانوا يجعلون ستارا قطعة من قماش فنظر إلى هذا الستار فأتى الهواء الريح فحركت الستار فإذا وراء الستار امرأة تغتسل فكأنه نظر إليها نظرة أو نظرتين ثم انتبه قال أعوذ بالله يرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجاته وأنا أنظر فيه إلى عورات المسلمين ثم قال والله لينزلن الله في آيات أو ليجعلن الله تعالى مع المنافقين ثم أخذ ينتفض خشي أن يرجع إلى بيته فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه وخشي أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بما فعل فهام على وجهه ذهب ما يدرون أين ذهب أما النبي صلى الله عليه وسلم فانتظره قليلا ثم جاءت الصلاة التي بعدها ثم الصلاة الثالثة ولم يرجع تعالى بها بن عبد الرحمن سأل أصحابه قال أين تعالى بها بن عبد الرحمن قال يا رسول الله أغلام لعله ذهب يمينا أو يسار لعله ذهب يلعب مع أحد أو ذهب إلى بيته في حاجة انتظر النبي صلى الله عليه وسلم فلما مر يوم ويوما قال يا عمر يا سلمان يا فلان يا فلان اذهبوا وابحثوا عن ثعلبة ذهبوا ثم رجعوا إليه قالوا يا رسول الله بحثنا عنه في طرقات المدينة وأسواقها وبساتينها ولم نجده يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فلما مضت الأيام والآلام ترد الآلام على ثعلبة بن عبد الرحمن التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ثم تذكر ذلك الغلام وقال لأصحابه أين ثعلبة بن عبد الرحمن قالوا يا رسول الله ما ندري أين هو قال ذهبوا وابحثوا عنه في الفلوات يعني ابحثوا عنه في الصحاري والبراري ذهبوا ذهب سلمان وذهب عمر وذهب معهما بعض الصحابة فلما وصلوا إلى جبال بين مكة والمدينة فإذا بأعراب يرعون غنما لهم في أسفل هذه الجبال وقف عندهم عمر قال لهم هل رأيتم فتى عمره كذا وكذا من صفته كذا وكذا وصف لباسه وشكله ومظهره قال أولئك الأعراب ما نعرفه ثم قال واحد من أولئك الأعراب لعلك تعني الفتى البكاء قال عمر بكاء ما أدري أي فتى بكاء لكننا فقدنا فتى من صفته كذا وكذا لكن ما خبر هذا الفتى البكاء فقال ذلك الأعرابي إن في سفح هذا الجبل شاب منذ أربعين يوما لا نسمع إلا بكاءه وعويله قال عمر فأين هو قال في الجبل قال كيف السبيل إليه فقال الأعرابي إنه إذا غربت الشمس نزل إلينا فأقبل علينا فحلبنا له مذقة لبا من دوابنا من شات أو من ناقة قال ثم يشرب اللبن يخلطه بدمعه من شدة البكاء ثم يضعه ثم يولين ظهره ويصعد الجبل ولا نراه إلا من غد فاختبأ عمر وراء صخرة هو وسلمان فلما غربت الشمس فإذا بتعلبه ابن عبد الرحمن ينزل يجر خطاه تجري دموعه على عينيه كأنه فرخ منتوف بال من شدة البكاء أقبل إلى أولئك الأعراب فلما جاء إليهم حلبوا له مذقة لبا فرفع اللبن إلى فيه وشرب ثم بكاء ووضع اللبن ثم ولاهم ظهره ليمضي إلى الجبل فخرج إليه عمر وابتدره سلمان وأمسكوا به قال ما تريدون قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل يطلبك قال أنزل الله فيي آيات قالوا ما ندري قال ذكرني الله مع المنافقين قالوا ما ندري لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل يطلبك ويريدك قال يا قوم دعوني أموت في سفح هذا الجبل ولا تفضحوني بفعلي قالوا والله لا نتركك فتمنع عليهم قليلا فحملوه فأقبلوا به إلى المدينة فاشتد بكاؤه فذهبوا به إلى بيته وأضجعوه على فراشه ثم مضى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد وجدنا ثعلبة بن عبد الرحمن في سفح جبل بين مكة والمدينة وهو في بيته إن شئت أن تأتي إليه يا رسول الله ففعل فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فلما دخل بكى ثعلبة والتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خفض رأسه فأقبل صلى الله عليه وسلم حتى جلس عنده ثم حمل رأسه ووضعه على ثالبه قد امتلأ بالذنوب والمعاصي عن فخذك يا رسول الله قال لا قال يا رسول الله أنزل رأسي عن فخذك أنا أقلب وأحقر قال لا فبكى ثعلبة فقال له صلى الله عليه وسلم يا ثعلبة ما ترجو؟ قال أرجو رحمة ربي قال ومما تخاف؟ قال أخاف من عذاب الله قال وماذا تؤمل؟ قال أؤمل مغفرة الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم يا ثعلبة إني لأرجو الله أن يعطيك ما ترجو وأن يؤمنك مما تخاف ثم قال ثعلبة يا رسول الله إني أشعر بدبيب كدبيب نمل كأن نملا يمشي بين جلدي وعظمي فقال صلى الله عليه وسلم أو تجد ذلك؟ أنت تشعر بهذا فعلا؟ قال نعم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الموت قد نزل بك فتشهد فأخذ ثعلبة ينتفض ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم انتفض رضي الله عنه وشهق ثم مات فلما مات غسله النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه ثم صلى عليه ثم حملوه على نعشه يذهبون به إلى قبره فكان صلى الله عليه وسلم يمشي وراء ثعلبة على أطراف قدميه كأنما هو في زحام فالتفت إليه عمر قال يا رسول الله تمشي على أطراف قدميك والناس قد أوسعوا لك يا رسول الله ما هناك زحام لماذا تمشي على أطراف قدميك؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وقال ويحك يا عمر ويحك يا عمر والله لا أجد لقدمي موضعا من كثرة ما يزاحمني عليه من الملائكة نعم مات ثعلبة ووقع في معصية يراها بعضنا صغيرة لكنه عظم رب الأرض والسماء فخشي أن ينزل به البلاء فأقبل على الله عز وجل تائبا منيبا أيها الأحبها الفضلاء إنك لو تأملت اليوم في حال كثير من الناس وجدت أنهم والله يقعون في معاص أكبر مما وقع فيه تعلبة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه هذا قد نظر نظرة عابرة فحاسب نفسه أشد المحاسبة انظر في حال الناس اليوم كم من واحد منهم لا يكتفي بنظرة عابرة بل يتبعها بنظرات كم من واحد منهم لا يتكلم بكلمة واحدة إنما يتلفظ بكلمات كلها تغضب رب الأرض والسماوات والسؤال الكبير هل نحن أيها الأحبها الفضلاء يقع في قلوبنا من الخوف والوجل ومن تعظيم رب الأرض والسماء كما وقع في قلوب أولئك كم واحد مننا حاسب نفسه لما وقع في معصية نظر إليها بعينيه أو سمعها بأذنيه أو مشى إليها برجليه أو لمسها بيديه كم من واحد مننا فعلا لما وقع في مثل هذه المعصية حاسب نفسه ووقف معها وقفة يحاسبها عليه ويشدد عليها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه يوصي أصحابه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر على الله ثم قال فإنما يخف الحساب على أقوام من يوم القيامة قد حاسبوا أنفسهم في الدنيا وفعلا إن العبد إذا وقف بين يدي الله جل وعلا صار كما قال الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب ثم قال الله فترى المجرمين مشفقين مما فيه يعني يخافون طيب ما الذي يخيفهم ويقولون لما يرون هذا الكتاب استمع إلى الوصف العجيب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره أتدري ما هي الصغيرة يقول ابن كثير في تفسيره هو المسواك يسرقه الرجل لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال الله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنتا يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الوسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فالله الله أيها الإخوة والأخوات بمحاسبة النفس قبل الممات وقبل لقاء رب الأرض والسماوات أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلنا جميعا من التوابين الأوابين الرجعين إلى ربهم جل وعلا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبركة على رسول الله